اشتركوا في القناة 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 اضفت اكسوجين للكربون معناته عملت له عملية تأكسود طيب لو جاني سؤال حدد الذرة التي تأكسدت وتلك التي اختزلت شو بعمل؟ باجي بعيد كتابة المعادلة وبأشر له بسهم من الحديد الى الحديد شو صار على الحديد؟ نزعنا منه اكسوجين يعني صار له عملية اختزال شو صار على الكربون؟ اضفنا عليه اكسوجين معناته صارت له عملية تأكسود هذا التعريف القديم للتأكسود والاختزال لكن السؤال اللي بترح حاله هل كل التفاعلات اللي في الدنيا فيها اكسوجين؟ لا طبعا احتراق فيها اكسوجين لكن في تفاعلات اخرى ما فيها اكسوجين معناته التعريف ما بيفيدني فجماعة الكيميا طلعونا تعريف جديد للتأكسود وللاختزال تعال خلينا نشوف agora التعريف الجديد للتأكسود والاختزال نقرأ مع بعض تعريف الأحدث التأكسد هي عملية فقد المادة للإلكترونات لما المادة أو العنصر يفقد إلكترونات معناته تأكسد لما العنصر أو المادة أو الآيون يكتسب إلكترونات معناته صار له اختزال إذن التأكسد حديثا فقد إلكترونات الاختزال كسب إلكترونات كيف؟ أعطيك عليها مثال المثال رقم واحد حدد الذرة التي تأكسدت والتي اختزلت في التفاعل التالي لحظوا معي في التفاعل شباب لما تشوف عنصر لحاله ما عليه شحنه معناته شحنة صفر شو صار بالنواتج هون الزدقا صار زائد اثنين إيش يعني زائد اثنين؟ زائد اثنين يعني فقد اثنين إلكترون دايما يا شباب لما تشوفوا عليه شحنه العنصر موجبة معناته فقد إلكترونات أكمي إلكترون فقد؟ فقد تنين كان صفر صار زائد اثنين يعني فقد اثنين إلكترون لو كان صفر صار زائد ثلاثة يعني فقد ثلاثة إلكترون إذن الزدقا فقد إلكترونات إذن صار له عملية تأكسد طلع لي على النحاس النحاس كان موجب تنين شحنته يعني كان فاقد اثنين إلكترون صار شحنته صفر إيش يعني صار شحنته صفر؟ يعني بطل فاقد طب كان فاقد 2 إلكترون وبطل فاقد معنات هو اكتسب 2 إلكترون إذن صار له إيش إنه حاس اختزال لما توصل للتوجيه إن شاء الله فيه تعريف آخر للتأكسد أسهل من اللي بنحكي عنه هلا إذا شفتوا شباب شحنة العنصر بتزيد مش كان صفر صار زائد 2 إذا شفتوا الشحنة بتزيد يعني تأكسد إذا شفتوا الشحنة بتقل يعني اختزال يعني تعالوا تطلع النحاس مش كان زائد 2 صار صفر من زائد 2 لصفر يعني شحنته قلت يعني صار له اختزال هذا التعريف كتير أسهل من التعريف اللي بنطرحه هون إذا لو شفت الشحنة زادت يعني تأكسد لو شفت الشحنة قلت يعني صار له اختزال طب أنا طرح علي السؤال هون قال لي حدد الذرة التي تأكسدت والتي اختزلت كيف بدأ جواب على السؤال؟ بعيد كتابة المعادلة كمان مرة وبعدين بأشر له الخارصين كان صفر صار زائد 2 يعني فقد 2 إلكترون إذا هاي العملية اسمها تأكسد النحاس كان زائد 2 كان فاقد 2 إلكترون بطل فاقد يعني اكتسب 2 إلكترون إذا العملية اختزال هذا المثال الأول مثال رقم اثنين برضو حدد الذرة التي تأكسدت وتلك التي اختزلت في التفاعل التالي طلع علي على المتفاعلات عندي سي أل تو زائد تو بي آر ماينس بيعطيني تو سي أل سالب زائد بي آر تو هذه الأرقام بتاعات الموازنة ما بهمونا يا شباب نطلع علي الكلور الكلور لحاله ما علي شحنة لو سألتك شو شحنة الكلور بتقول لي صفر دائما لما تشوف عنصر لحاله حتى لو كان على شكل جزي جنبه رقم على اليمين شحنة صفر كان شحنة صفر صار ناقص واحد إيش يعني ناقص واحد طلع الإشارة هاي ناقص هاي يعني ناقص واحد ناقص واحد يعني اكتسب إلكترون إذن يا شباب لما يكون شحنة العنصر موجب يعني فقد إلكترون لما يكون شحنة سالب يعني اكتسب إلكترون إذن الكلور كان شحنة صفر مش داخل في التفاعل لسه صار شحنته سالب واحد سالب واحد يعني اكتسب إلكترون كسب إلكترونات اختزال طلعنا على البروم البروم كان سالب واحد يعني كان مكتسب إلكترون صار صفر كان مكتسب إلكترون بطل مكتسب يعني العملية صارت فقد الإلكترونات أسهلكم يا شباب إنك تعتمد على التعريف اللي حكيت لك إياه الآن تبع التوجيه إذا شفت الشحنة زادت هيكتب لك إياه هون زيادة شحنة تعني تأكسد نقصان شحنة يعني اختزال شوفوا مأسهل التعريف لو كتبته بهذه الطريقة هاي الكلور كان صفر صار ناقص واحد يعني قلت شحنته اختزال البروم كان سالب واحد صار صفر زادت شحنته مع أنتو العملية تأكسد هلا كيف يبدأ جاوبوا في الامتحان بعيد كتابة المعادلة كمان مرد الله يطلع علي شوي هون يعني عدت لك كتابة المعادلة بأشر له الكلور كان صفر صار ناقص واحد يعني اكتسب الكترونات فعملية كسب الكترونات اختزال البروم كان ناقص واحد صار صفر فالعملية بتكون بالعكس تأكسد بالمناسبة يا شباب إذا كان التفاعل أول تأكسد الثاني بدي يكون اختزال ما فيش عندي في التفاعل تأكسد وتأكسد أو اختزال واختزال هدول العمليتين بكونوا مترافقتين التأكسد ويكون رافقوا ايش اختزال عشان هيك بسموه هاي تفاعلات التأكسد والاختزال طيب فكرة اللي وراها أحيانا يا شباب ما بيعطيني معادلات واضحة زي هيك بيجي بيعطيني معادلات أكثر تعقيدا شوي هلا شوف كيف ننتعامل مع التفاعلات الأكثر تعقيدا بس قبلها تفاعلات التأكسد واختزال تتضمن جزئين تفاعل التأكسد واختزال بتضمن جزئين جزء بسموه تفاعل تأكسد وجزء بسموه تفاعل اختزال تفاعل التأكسد بنحط فيه الإلكترونات مع النواتج ما هي فقد إلكترونات فبنحط إلكترونات مع النواتج أما تفاعل اختزال يعني كسب الإلكترونات بنحط في الإلكترونات مع المتفاعلات إذن كمان مرة تفاعل التأكسد والاختزال بشمل جزئين تفاعل تأكسد وتفاعل اختزال لما بنجمعهم مع بعض بصير اسمه تفاعل التأكسد والاختزال في تفاعل التأكسد بنحط إلكترونات مع النواتج يعني فقد إلكترونات أما بالاختزال بنحط إلكترونات مع المتفاعلات طيب ممكن سؤال لو سألتك إياه ممكن التأكسد يحدث بدون الاختزال مستحيل ليش هذا السؤال موجود عندي بالكتاب ليش التأكسد لا يحدث بمعزل عن اختزال لأنه المادة لما بدها تتأكسد يعني لما بدها تفقد إلكترونات لازم يقابلها ذرة بتمين للكسب فإذا ما في ذرة تفقد إلا تكون ذرة مقابل إليها بتمين لمين للكسب فهدور العمليتين لازم يكونوا مع بعض التأكسد بيرافقه دائماً اختزال شوف هلا كيف بدي أكتب تفاعل التأكسد وتفاعل الاختزال من هاي المعادلة شوف المثال التفاعل الآتي يمثل تفاعل تأكسد واختزال مطلوب مني إني أطلع تفاعل التأكسد وتفاعل الاختزال منه شوف كيف بدنا نعمل الخرصين شباب زدقاً خرصين كان شحنته صفر ما علي شحنه صار موجب تنين موجب تنين يعني فقد اتنين إلكترون كيف بدي أعبر عن التفاعل التأكسد بنزل زدقاً بالمتفاعلات والزدقاً موجب اتنين في النواتج كم الفرق في الشحن بين التنين من صفر لزاق تنين فرق تنين فبحط عند النواتج اتنين إلكترون سالب وبسميها التفاعل تأكسد طب كيف بده سوي التفاعل الاختزال بمسك السيو موجب اتنين أنا بتأسفهم كاتبو أنا آي بمسك السيو موجب اتنين باخده مع السيو هالتفاعل الاختزال كيف عرفت انه اختزال كان موجب اتنين يعني كان فاقد اتنين إلكترون بطل فاقد يعني المحصل اكتسب اكتسب أكم إلكترون الفرق في الشحن يا شباب تنين فبتحط عندي المتفاعلات اتنين إلكترون إذا انتفاعل التأكسد اختزال بتضمن جزئين تأكسد بنحط فيه إلكترونات مع النواتج واختزال بنحط إلكترونات مع المتفاعلات ذكرت لك من شوي أن هذه التفاعلات اللي أعطيتك إياها سهلة أحياناً التفاعلات بتكون أكثر تعقيداً من هذا التفاعل كيف بدأ أتصرف معها؟ نطلع بالله على الجدول الدوري اللي حط لك إياه ورا من المفيد إليك شباب أنك تحفظ شحنة بعض العناصر في الجدول الدوري حيفيدوك في الصف التاسع وفي العاشر وفي الأول ثانية وفي التوجيه إن شاء الله عناصر الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم هدول موجودين في المجموعة الأولى في الجدول الدوري فشحنتهم دائماً في مركباتهم زائد واحد عناصر المجموعة الثانية اللي هي الماجنيسيوم والكالسيوم شحنتهم عادةً موجب تنين عناصر المجموعة الثالثة زي الألمنيوم شحنته زائد ثلاث النيتروجين شحنته ناقص ثلاث الأكسوجين ناقص ثلاث والفلور والكلور ناقص واحد هاي أكثر العناصر اللي بتتكرر معنا دائماً في كتب الكيمياء سواء في التاسع أو العاشر أو الصفوف العليا بس أنا ممكن أطلع شحنة العنصر مش من موقعه من الجدول الدوري ممكن يعطيني بالسؤال العدد ذري يلا أجعطك العدد ذري للصوديوم الصوديوم احتاج العدد ذري كيف نوزعه؟ زي ما كنا نعمل بالصف الثامن بنحط اثنين بعدين المدار الثاني بنحط تمانية هاي صار عشرة إلكترون تبتعرفوا المدار الأول ساعة واثنين إلكترون والتاني تمانية المدار الأخير بنحط فيه إلكترون طب نسأل حالنا سؤال أنه أسهل على الصوديوم يفقد إلكترون ولا يكسب سبعة سبعة إلكترونات حتى يستقر حتى يصير مداره مكتمل الأسأل هلين؟ أنه يفقد إلكترون طالما الأسهل عليه يفقد إلكترون معناته شحنته زائد واحد إذا لما تشوف الصوديوم دائما في مركباته بيطلع شحنته زائد واحد مثال آخر ماجنيسيوم ماجنيسيوم 12 العدد ذري توزيعه اثنين في المدار الأول تمانية في المدار الثاني المدار الثالث فيه تنين أنا أسهل عليه يفقد إثنين إلكترون ولا يكسب ستة يفقد إثنين معنا تشوحنته في مركباته زائد تنين هيحط لك الماجنيسيوم زائد تنين بس الأفضل شباب إني أعتمد على حفظ هدول العناصر الموجودين في الجدول لأنه بتكرروا معاك باستمرار في الكيميا هلأ شوف من خلال الجدول هات كيف بدأ أطلع وين التأكسد وين الاختزال الله يرضى عليك تطلع شوي كمان كمان صفحة هاي هاي السؤال هاي مثال كيف بدأ نحدد التأكسد والاختزال في هاي المعادلة السي اي على بالمتفاعلات ما عليه شحنة يعني لا فاقد ولا مكتسب إلكترونات معناته شحنته صفر الأكسوجين موجود بالمتفاعلات لحاله ما عليه شحنة معناته شحنته برضو صفر طلع لي عن النواتج هلا السي اي موجود جوه المركب مع الأكسوجين إله شحنة كيف بدأ أطلع شحنته لو رجعت للجدول الدوري اللي كتبت لك إياه من شوي شحنة السي اي موجب تنين والأكسوجين موجود في المجموعة السادسة شحنته السالب تنين طيب طلعنا الشحنات كيف بدأ أطلع التأكسد والاختزال باجي بتطلع الكالسيوم كان صفر صار زائد اثنين زائد اثنين يعني فقد اثنين إلكترون فقد اثنين إلكترون معناته صار له التأكسد فبتأشر له من السي اي للسي اي زي هيك وبتسميه تأكسود لوكسوجين كان صفر صار ناقص اثنين إيش يعني ناقص اثنين يعني اكتسب اثنين إلكترون من صفر لناقص اثنين اكتسب اثنين إلكترون فالعملية اختزال مثال آخر يا شباب طعلي بالله الصفحة كلها سؤال تأمل المعادلة التالية ثم أجب عن الأسئلة التي تلي عندي معادلة على اللوح عين الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت في كل من المعادلة التالية السي يا شباب كان بالمتفاعلات لحاله شو حنتو صفر صار موجب اثنين ما معنى موجب اثنين يعني فقد اثنين إلكترون معاته العملية بنسميها تأكسد بتأشر له من السي إييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي إختزال. طبعاً إذا كان المعادلة الأولى تأكسد، الثاني بتكون إختزال. سؤالي ورا، اكتب معادلة التأكسد ومعادلة الاختزال زي ما عملنا من شوي. باجي بنزل السي اي باخده مع السي اي موجة بثنين. بما أني سميته تأكسد معناته إلكترونات ده حطه مع النواتج. أكمي إلكترون بدي أحط الفرق في الشحنة زائد ثنين إلكترون. بده معادلة الاختزال بنزل الان اي موجة بثنين. مع الان اي. كم الفرق في الشحنة؟ اثنين إلكترون. وبما أنه هات تفاعل اختزال معناته بدي حط إلكترونات مع المتفاعلات. وهيك من كوب كتبنا تفاعل التأكسد، تفاعل الاختزال. آخر سؤال طالب مني ما عادة الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة في عمليتي التأكسد والاختزال. الكالسيوم فقد أكمي إلكترون؟ تنين. إذا المفقودة تنين إلكترون. النيكل اكتسب تنين إلكترون. إذا المفقودة تنين إلكترون والمكتسبة تنين إلكترون. وبنكون هيك خلصنا الفكرة التأكسد والاختزال. بدأ أترك لك سؤال أنا واجب حاول تحلل ليه. وإذا في إمكاني ترسل ليه. في إمكاني هون تواصل إني بعت ليه حلو وبشوف لك إياه السؤال اللي وراه. بشبه السؤال اللي أنا أعطيتك إياه. رلا أطلع لي شوي هون. سؤال رقم اثنين. نفس السؤال اللي طارح لك إياه بس كاتب لك معادلة أخرى. سي اي زائد سيو اس او فور. أعطاني سي اس او فور زائد سيو. طلب منك تحدد التأكس والاختزال.